وعشان كده من عبادة اللين كمان انك تسمع وتسمح لأولادك وأحبابك واللي بيشتغلوا معاك اذا كنت مدير او انك انت تكون رئيسهم انهم يكون ليهم اراء مختلفة وطريقة تفكير مختلفة ويعبروا عن رأيهم ده وطريقة تفكيرهم دي من غير ما يكونوا خايفين من حكمك عليهم وان انت يحسوا بانهم مرفوضين على فكرة انك تجعل انسان يشعر بالرفض هذه نوع من انواع القسوة شوف لين حضرة النبي وهو برب سيدنا انس بيقول ما خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي لي شيء فعلته لما فعلته ولا لي شيء انتركته لما تركته يا سلام على اللين انك ما تتكلمش مع احبابك وانك تمتنع عنهم او انك انت تملكهم تملك احبابك او انك تسمح ليهم انهم يعيشوا خصوصياتهم دليل ويعيشوا تجربتهم مش تجربتك انت وخاصة ان احنا جايين هنا على مشارف ان الاولاد يبتدوا يختاروا في التنسيب بتاعهم الكليات بتاعتهم خلي بالك من اللين ان انت تسيب احبابك يعيشوا حياتهم ما تحجرش عليهم من عبادة اللين لما يكون في زعل بينك وبين احبابك ما تستسيلش القطيعة خلاص بقى هم خلاص ما جوش صلحوني ما جوش سألوا علي وتقطعهم المقاطع مش لين وما تقفلش الباب عليهم ان هم ياخدوا بخطرهم من حقهم ياخدوا بخطرهم او انك تاخد بخطرهم انت كمان ان انت تروح تصالحهم دليل ولزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اهم التعريفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعريفاته للناس اللي بتحسسك باللين باللين لدرجة ان احنا بقينا المسلمين عندنا عبارة مهمة جدا في حياتنا مع حضرة النبي سيدنا النبي حنين سهل كده ولين طب ايه ده جي من ايه ان سيدنا النبي حنين سهل كده ولين ان رسول الله من اهم صفاتي وكل صفاته مهمة وكل صفاته حياة أنه كان سريع الفيء صلى الله عليه وسلم بيرجع بسرة مزعلش مطولش في الزعل ده يزعل حضرة النبي فيزعل ما يطولش في الزعل صلى الله عليه وسلم وعشان كده من عبادة اللين أنه لما تتقزم المواقف وتشتد الأحوال يكون قلبك على القلوب اللي حواليك عشان لذلك يقولوا القلب على القلب رحمة والقلب على القلب لين ولو يا سيدي بكلمة ولو بنظرة ولو بنظرة فيها حنية ولو بنظرة فيها أمل في اللي جاي بكرة وعشان كده أكتر حاجة بتخلي عبادة اللين سهلة على القلوب هو أن الإنسان يكون حاسس أنه في حالة كفاية مع الله مش بحتاج سراعة يكون بيدوق وبيعيش معنى وأنوار أليس الله بكافر عبده فيبقى هو مش حاسس أنه هو محتاج يدفع عن نفسه محتاج يلبس دروع كده بيسموها الدفاع عن النفس أو السلفة فينسة على حد تعبره وحاسس أنه هو عايش في ودي الله مش حاسس أنه هو في حالة من حالات الصراع والصدام وعندما أهل اللين دول تحس كأن قلوبهم زي الطير في حضرة النبي صلى الله عليه وآله 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 يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير يا سلام على الطراوة والنظارة والسهولة وكان أهل اللين بيعيشوا مع الله سبحانه وتعالى ليه عشان كده هم جايبين اللين ده فلما يعيشوا مع الله سبحانه وتعالى في اللين ده يعيشوا في جنتين جنة في الأولى في الحياة الدنيا وجنة في الآخرة في الحياة الآخرة ومن أكتر الأشياء اللي بتجعل الإنسان عايش في تعب وإنهاك مستمر هو خوفه خوفه من الأزى اللي بيخليه طول الوقت متربس للناس عايز دايماً يحفظ وحافظ من نفسه هو خايف من الناس إن هي تأذيه فدايماً متربس فمنتظم من الناس الأسوأ ولذلك طول الوقت أقول لكم سر في ناس كتيرة ما بتجيونه إنتش بتعمل معنا شيء سيء ولا هم قصدين يئزونا ولا قصدين يجرحونا ولا قصدين يضيقونا لو حد تأخر علي أو حد حاول يعملني بإن هو في الآخر خالص يباني إن هو مش مهتم شوية هو في الحقيقة ما كانش عايز يوصل لي رسالة هذا من اهتمام أو عايز يوصل لي رسالة إن هو مش شايفني يعني مقامي يسمح له يسمح لي عنده إن هو ييجي بقى ييجي في معاده هو كل حكاية إن هو إن شغل كل حكاية إن هو تأخر لكن أنا لو مش لين لا 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 نظرتها تتغير وحاسب الناس على الكلمة والنظرة والفعل وفضل دايئ الناس والناس ديئوني